أعربت مصر عن بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة مسافريطة بالضفة الغربية المحتلة وبما يستدبعه ذلك من خطر تهجير الألاف من الفلسطينيين من قاتني تلك القرى وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة ألاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددة على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية كما أكدت مصر على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين وشددت على أن الاستمرار في نسل تلك الإجراءات الأحدية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف كما تقود من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة موسيقى